في عهد الترفيه والموسيقى ما بعد حكم الهيئة الدينية تحتجز السلطات السعودية أحد رموز الدراما اليمنية الفنان علي الحجوري على خلفية تهم وجهت إليه من بينها سب الدين والإساءة لبعض الفرق وهو إمام مسجد سابق عرف بنبذ التعصب الديني ومحاربة الخرافة احتجز بتهمة كيدية وجهت إليه من يمني آخر وما أسوأ أو شاية الأشقاء ببعضهم عند جار لدود ورغم نفي الحجوري التهم الموجهة إليه وعدم إثباتها إلا أن السلطات السعودية تواصل احتجازه في سجون المملكة السعودية حالات كثيرة من اليمنيين كحالة الفنان الحجوري معتقلون بلا تهم ولا محام ولا صوت يسمع فالصحفي اليمني مروان المريسي لا يزال معتقلا منذ نحو عشرة أشهر لا يعرف مكان احتجازه ولا إن كان على قيد الحياة وهو البعيد عن التغريد والكتابة في السياسة تعدى الأمر ذلك إلى اعتقال رجال المقاومة اليمنيين السد المنيع الذي أوقف تمدد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نحو الأراضي السعودية وأعادها إلى الجبال منذ منتصف العام الماضي ولا تزال المناشدات مستمرة من قبل أسر أقارب العشرات من الضباط والجنود اليمنيين المعتقلين في السعودية طالبوا فيها التضامن مع ذويهم والضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم عشرات من الضباط والجنود اليمنيين اعتقلوا بتهمة التحريض والتمرد على قيادة اللواء الذي كان يرابط في بنطقة خوبة السعودية والأنباء تقول إنه أعترض على إهمال وضع المعسكر الذي انتشرت فيه الأمراض وساءت حالة الأفراد فيه نماذج وعينات من صنوف الانتهاكات التي يواجهها اليمنيون في سجون السعودية وهم مكشوفوا الظهر بلا شرعية تدافع عنهم وتقوم بواجبها بلا تهم مدانون وتستمر معاناتهم ما داموا في أرض الغريب فيها متهم ولو ثبتت براءته ترجمة نانسي قنقر شكرا